نبدأ بهذا الخبر الأخير يعني فكرة أن السيان أنه ومصادر أخرى تتحدث عن ربما فكرة يعني أنه إذا ما تمت مغادرة قادة حماس لقطاع غزة من الممكن أن يتم النظر في الأمر كجزء من اتفاق لوقف إطلاق النار هل تعتقد أنا ذلك وارد؟ يعني أنا أشك أصلا أن يكون هذا الاختراح قد قدم وإن قدم أشك أن تقبل فيه قيادة حماس الذين نتحدث عنها يعني المقصود بقيادة حماس من؟ بقيادة حماس السنوار، محمد السنوار، يحيى السنوار، محمد الضيف، مروان عيسى وآخرين يعني نبدأ من هنا يعني أشك أن هذا الاقتراح قد قدم ويقصد هؤلاء الأسماء ثانيا أنا يعني من خلال معرفتي بيحيى السنوار شخصيا هو بالنسبة له إذا كان له نموذج لقائد فلسطيني فإن النموذج بالنسبة له هو يسر عرفات بمعنى هو يعني يحاول أن يكون يسر عرفات الفلسطيني في كثير من المواقف والتصريحات وإذا كان الأمر كذلك يجب أن نتذكر أن يسر عرفات بعد انهيار العملية السياسية في 2002 عرضوا عليه الإسرائيليون والأمريكان أن يغادر رامالله بوانوي تيكيت طريق ذهاب بلا عودة ورفض يسر عرفات رحمه الله وكان يدرك أن بقائه قد يؤدي إلى استشهاده ورفع الشعار شهيدا 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 بمعنى يسر عرفات لم يقبل أن يغادر الوطن بلا عودة لكي ينقذ نفسه وأعتقد أنه إذا كان الأمر هو الهدف منه هو إنقاذ أنفسهم أعتقد أن الإجابة ستكون لا أما إذا كان الأمر مطروحا بوقف الحرب وبترتيبات معينة وبعادة إعمار ووقف قتل الفلسطينيين والحديث بأمور سياسية بمعنى صفقة كبيرة جدا ربما يفكرون في هذا الأمر كجزء من صفقة أما إذا كان مطروح وفقط لإنقاذ أنفسهم أنا أشك بذلك ألا تعتقد أنه ربما يكون في الأمر مكيدة ما أو شرك ما أن يتم تقليب الناس داخل غزة على قيادات حماس لذلك الإجابة كانت لا لذلك الإجابة هو الرفض وإن لم تسمع الآن ستسمع غدا أو تسمع بعد قليل يعني لا يمكن أن توافق أي أحد من قيادات حماس على هذا المقترح بهذا الشكل أنا أقول ثانيا يعني كل الحديث عن مقترحات تؤدي فقط إلى إطلاق صراح أسرى ومحتجزين دون أن يكون هناك وقفا كاملا ليس هدنا وقفا كاملا لإطلاق النار أعتقد أن هذا الأمر سيكون مرفوضا أيضا جملة وتفصيلا لذلك سمعنا أيضا أن هناك اقتراحا إسرائيليا أن يكون هدنا لمدة شهرين وهذه مدة طويلة ولكن مقابل الشهرين إطلاق صراح جميع الأسرى والمحتجزين طيب وبعد ذلك بعد الشهرين بعد الإسرائيليين ما يأخذوا كل أسرىهم يعني سيستعنفون الحرب وهم مرتحين أنه ما بدوروا على الأسرى بدوروا على قيادات وبدوروا على أنفاق يعني هذا الأمر أيضا هو غير مقبول ولكن إذا كان شهرين أنا تقديري هيك إذا كان شهرين وأطلاق صراح جزء من الأسرى على سبيل المثال المدنيين كبار بالسن إلى حالات إنسانية أعتقد أن هذا الأمر يعني بسوأ أن يتم فحصه أما جميع الأسرى أنا أحاول أن أفكر بعقلية بعقلية من يتخذ القرار في حماس إذا كان الأمر يتعلق بإطلاق جميع الأسرى أعتقد أنه مسبقا أنا أقول لك أن هذا الأمر لن يتم قلت لنا جملة يا دكتور سفيان ظني أنها لن تمر يعني مرور الكرام حين تقول لنا أن ربما يحس النوار يفكر في الأمر بنموذج عرفات الراحل ياسري عرفات كنت أعتقد أنك ستقول لنا بنموذج شيخ أحمد ياسين أم تعني من كلامك أن ربما قيادات حماس الحالية في غزة قيادات حماس هي في غزة ربما هي فتحاوية الهول يعني أولا قيادات حماس في غزة هي يعني انتماؤهم في تقديري انتماؤهم أكثر وطنية منه إخوانية هذا أولا ثانيا يعني هو ليس الصنوار يحيي الصنوار مطلوب منه أن يحدد من هو نموذجه أحمد ياسين أم ياسر عرفات ليس هذا المقصود ولكن ما قصدته أن أحمد ياسين لم يعرض عليه أن يغادر أن يغادر الوطن مقابل أن ينقذ حياته ولكن ياسر عرفات عرض عليه وياسر عرفات رفض لأنه نموذج رمالله وليس نموذج بيروت في عام 82 في بيروت عرفات رحمه الله كان في بلد غير بلده وأن كان الإخوة اللبنانيين لم يقصروا بشيء في استضافة الثورة الفلسطينية في ذلك الحين ولكن عندما كان في بلده في رمالله رفض أي عروض للخروج من الوطن من حيث المبدأ ترجمة نانسي قنقر